توجى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية توجى ماكس فرستابن متسابق فريق ريدبول بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2023 بحضور رسمي وجماهيري غفير وتوجى زايد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة طيران الخليج القابضة الفريق الفائز بالمركز الأول والثاني فريق ريدبول كما توجى روان بن تنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب سائق فريق ريدبول سيرجيو بيريز الحاصلي على المركز الثاني بينما توجى سعادة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات سائق فريق أستون مارتن فرناندو ألوانسو الحاصل على المركز الثالث وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاري وتبركات إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح استضافة مملكة البحرين للنسخة التاسعة عشر من جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 وأشهد سموه بهذا النجاح الباهر والذي يعتبر امتدادا للنجاحات التي حققتها المملكة على مدار السنوات الماضية الأمر الذي يعزز المكتسبات التي حققتها حلبة البحرين الدولية لتكرس موقعها كواحدة من أفضل الحلبات العالمية وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أثبتت مملكة البحرين مجددا بفضل دعم جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبسواعد أبنائها قدرتها على استضافة السباق بكل تميز ونجاح لتبرهن حلبة البحرين الدولية من جديد برعة كوادرها وخبرتها وتميزها في تحقيق مختلف العوامل المثالية لاستضافة الحدث وفق أفضل صورة هذا وأثنى سموه على الحضور الجماهيري الكبير في نسخة هذا العام والذي بلغت اعداده تسعة وتسعون ألفا وخمسمائة ألف شخص في مجموع أيام السباق الأمر الذي يعكس السمعة الطيبة التي باتت تحتلها المملكة على صعيد استضافة السباق بنسخته الافتتاحية وتحت أضواء حلبة الصخير الكاشفة مؤكدا سموه بأن كل تلك النجاحات التي تحققت جاءت ثمرة للرؤية الطموحة لسمو ولي العهد رئيسي الوزراء حفظه الله والتي أسهمت في ترسيخ مكانة البحرين كوجهة عالمية لرياضة السيارات في العالم وأشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجهود مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية وكافة الكوادر التنظيمية في إنجاح السباق كما أثنى سموه على دور جميع أجهزة الدولة ووزاراتها وهيئاتها ومختلف الجهات الداعمة ووسائل الإعلام التي تعتبر شريكا أساسيا في تحقيق هذا النجاح اشتركوا في القناة